Inherited Blatelets Disorders اضطرابات الصفائح الدموية الوراثية يبلغ عدد الصفائح الدموية في الأشخاص الطبيعيين الأصحاء ما بين 150 ألفاً إلى 450 ألف صفيحة دموية في كل مليمتر مكعب من الدم. الزيادة أو النقصان في عددها لا تدل بالضرورة على وجود مرض، ولكن قد يؤدي هذا إلى حدوث اضطراب ما. تلعب الصفيحات دوراً هاماً في تشكيل جلطات الدم وإصلاح الأوعية الدموية التالفة، وهذا يعني أنه حين يصاب الوعاء الدموي، تبدأ الصفيحات الدموية بعملية وقف النزيف من خلال تشكيل ما يعرف بسدادة الصفيحات الدموية. الطرابات وظائف الصفائح الدموية هي الحالات التي لا تعمل فيها الصفائح الدموية كما ينبغي، ويحدث هذا نتيجة أنه لم يتم تشكيل سدادة الصفيحات الدموية على الوجه الصحيح، فيؤدي هذا إلى استمرار النزيف لفترة أطول من المعتاد. ويكون لدى الأشخاص الذين يعانون من الطرابات وظائف الصفائح الدموية ميل إلى التعرض للكدمات أو النزف عند الإصابة، ويمكن أن يكون السبب في الطرابات وظائف الصفيحات الدموية وجود مشكلة في الصفيحات الدموية نفسها أو في أحد المستقبلات أو الحبيبات. وهناك الطرابات وظائف صفائح موروثة أي من أحد الوالدين إلى الأبناء، مثل واحد متلازمة بيرنارد سوليير بيرنارد سوليير سيندروم هي الطراب موروث في وظائف الصفائح الدموية ناجم عن خلل في مستقبلات العامل، فون ويلبراند. وحين تكون هذه المستقبلات غائبة أو لا تعمل بشكل صحيح، فإن الصفائح الدموية لا تلتصق بجدار الأوعية الدموية المصابة كما ينبغي، وإنه من الصعب تشكيل تجلط الدم بصورة طبيعية. اثنان وهن الصفيحات جلانزمان هو الطراب وراثي في وظائف الصفيحات الدموية ناجم عن خلل في مستقبلات الفيبرينوجن، حيث تكون هذه المستقبلات غير موجودة أو لا تعمل بشكل صحيح. ثلاثة اضطرابات تجمع التخزين هي مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي تسببها تشوهات في حبيبات الصفيحات الدموية، وهذه الحبيبات هي علب صغيرة داخل الصفيحات الدموية، يتم تخزين البروتينات وغيرها من المواد الكيميائية الهامة لوظيفتها داخلها. يتم إطلاق محتويات الحبيبات خلال مرحلة الإفراز لتنشيط الصفيحات الدموية بوصفها إشارات كيميائية لتوظيف المزيد من الصفيحات الدموية والخلايا الأخرى في موضع الإصابة لوقف النزيف. وهناك نوعان من الحبيبات، حبيبات ألفة، وحبيبات التكثيف. تتمثل اضطرابات تجمع التخزين فيما يلي. عيوب الإطلاق وهي مجموعة متنوعة من الاضطرابات الناجمة عن خلال في آلية الإفراز. وعلى الرغم من وجود الحبيبات في الصفيحات الدموية، إلا أن محتوياتها لا تفرغ في مجرى الدم بشكل صحيح. عوز تجميع التخزين دلتا هو اضطراب في وظيفة الصفيحات ناجم عن نقص حبيبات التكثيف والمواد الكيميائية المخزنة عادة داخلها. وبدون هذه المواد الكيميائية، لا يتم تنشيط الصفيحات الدموية بشكل صحيح، ولا يمكن للأوعية الدموية المجروحة أن تتقلص للمساعدة في وقف النزيف. متلازمة الصفائح الدموية الرمادية وهي الطراب نادر جدا في وظيفة الصفيحات، ناجم عن نقص في حبيبات ألفة والمواد الكيميائية المخزنة عادة داخلها. وبدون هذه المواد الكيميائية، لا يمكن للصفائح أن تلتصق بجدار الوعاء الدموي، أو أن تتجمع معا أو تصلح الوعاء المصاب كما ينبغي.